الخالة خديجة بوترفاس من تمالوس غربيس كيكدا عجوز في الثالثة والتسعين من العمر ولتزال تخرج كل صباح مع أفراد عائلتها الكبيرة نحو بساتين الزيتون لتجمع حبات الزيتون التي تعشقها ولا يمكنها التفريط فيها أنا كنت طيب نخرج كنت طيب نخدم نقل نقل كل هنا قدمه خدعوني عيني يا ابني ما تشوفش مليح آه ما نشوفش دوق راتاقي جابرك وشكالك بدولا ما نبرق فيه غير راتاقي جين شاكم يعني الزيتون تلمبرك آه لما نلقى في الدين القاهما عليه شنهزوا اللي لقاهما مدين لحبطوا طب بالحطحوتها هك انت على حشي شاكم نحيه ما نخليش بقل نحب الزيتون أكيد آه نحبه بقل مش عليه كيف ما نحبش الزيتون لحبيب بين شجرة الزيتون وخالة خديجة علاقة حب قوية تمتد لنحو تسعين عاما وبين زيت الزيتون وصحة الخالة خديجة مخبر من التجارب والتجربة ناجحة عن دور الزيت في الحفاظ على صحة الإنسان العزيت ما مردش ما مردش أنا أكبر المرتلي يدوني للبيطار ناكلنا شراب ناكل الزيت يا خلك يا ربي ناكل كلش عمد الله هيرا الفيس والتمر الفيس والباطاطة والبصة البربو جافركة والجلبانة والفول ها 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 كلش بالزيت ها كلش بالزيت ها كلش بالزيت أنا ما ناكل شي شي يحبه كل والو حطين حتى نعود أن يعقاش الطفل يططر كنت ندير قد حالي بوسكسف ناكلها كما تاكل كما تاكل بربو شاي بزق لنطرب ما على بلش هاته سيدة عاقلة الإبنة البكر وقد بلغت سبعون عاما ترافق والدتها في رحلة جني الزيتون وتحرص على الحفاظ على النمط الغداء لخالة خديجة الذي لا يخلو من زيت الزيتون ناو سيو كما هي ناو سيو الله ها استعمرت ما ينصب فيه دوق لي يقول لي معلك ولا نقلو الحمدو الله الحمدو الله قلبي صافي حليب فضينا دوق ويرحم والديكم والله نقول لك ابني العزيز الزيت كون ما جيناش نحافظوا هنا يأكلوا لبغا بلك مئتين هنا ناوكل الزيت وبلدت ما نعيش ناوكل يا ربعين يا خمسين البيع ما نبيعوش لكانين ناكلوهم الخالة خديجة أرملة شهيد لا زالت تذكر الكثير من تفاصيل الطورة التحريرية وقد خلفت ستة أبناء في معاقل المجاهدين وعلى الرغم من البؤس والشقاوة التي مرت بها لا تزال تقاوم وتتمسك بزيت الزيتون الذي كان ولا يزال إلى جانبها دوما